هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التاكس هيكون مائل للدفء النهارة على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد وجنوب سيناء دافئ على جنوب السعيد بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء بشبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فيه كمان أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة مونار غيني معوض المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتورة مونار صباح الخير على حضرتك بك سهلة وصباح الخير على كل السادة مشاهدة أهلا بك أهلا بحضرتك يعني طمانين أخبار الجو إيه النهاردة وإيه المناطق اللي هيكون فيها أمطار النهاردة نحن طبعا اليوم هيكون فيه مزيد من التحصل بالأحوال الجوية بمعظم محافظات المسطورية باستفاعات فتقية من درجات القرارة بسيطة درجات القرارة اليوم أعلى من المعدلات الصباحية بمعدل من درجات الثلاث درجات باين اليوم هيأثر علينا الجداد المستفع جاوة في طبقات الجو والإغالية هيعمل على زياد الفترات خطوعة شعة الشمس الشاكل كيبيزة خلال فترات النهار كمان بدأت مصادر والكتل الهوائية التي أثر علينا تكون كتل الهوائية الصحراوية فبالتالي هنبدأ نحس في اتفاعات قيام ضربات القرارة خاصة كمان في وقت النهار بسخاصة لوحنا كمان من القرار تحت أشعة الشمس الأجواء فصلة النهار حيث أن أجواء مائلة في الدخل على السواحف الشمالية للبلاد محافظات الواتف البحرية القاهرة الكبرى محافظات شمال الزعيد فقط أكثر في الحافظات الجنوبية ذاتي بشكل كتير في جنوب كيمة وجنوب الزعيد ده بيكون فصلة النهار خاصة بنأكد معوجود أشعة الشمس لكن فورا غياب أشعة الشمس بيحصل العكس تماما بيكون في انتفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة خاصة في ساعات الدين المتأخذ بطرات الصباح الباكر هتظل الأجواء الشديدة تبرد في معظم محافظات الجمهورية بدأوصل أحيانا لحد استقيع على المزروعات الموجودة في وسط خينة أو محافظة الوادي السديد أو محافظات شمال الزعيد نتيجة انففاض قيم درجات الحرارة الثغرافات الثليل الأماكن الثقال من خمس درجات عندنا كمان المدن السديدة والأماكن المفتوحة تلاقيها أن هي أبرز من المناطق الداخلية يعني نحن في برصة الثغرافات الثليل متوقع نيات كمه بين ثمن وثسع درجات نتيجة انهليها طبيعة جغرافية مختلفة كمان جفاف الكتل الهوائية خلال فترات الثين لأن معظم الكتل الهوائية كتل الهوائية الصحراوية ده بيأتني مزيد طبعا طاقة الجوم يكون في سبقوص أمطار هي فرص بايتة الأمطار خديدة على بعض الأداة كتبات السواحد الشمالية الشرية للسان وفيها مفتاحة رفع العدل لكن هي فرص بايتة الأمطار خديدة غير مؤثرة سماما على أي أعمال أمسة يومية في الساعة كتبات السباحة في بات السباح كانت يكون في شبورة بائية كمي كتبات بعض الأمريكس مفتوطا على صور الصراعي ومفتوحها على طريق الزر هذا دليل نحن نتمر بحالة استقرار في الأحوال الجوية وده اللي متوقع ان شاء الله استقراره في السلال الأيام الخادمة بإذن ده حتى مطرع الجوع الخادم مستدرين في صيام درجات الخرارة المتصفة على تكون أعلى من المعادلات السابعية الشبورة المعية الظاهرة جوية يتأثر معنا من دائم الأيام المقبلة منعكس بس على كل السادة المواصلين عدم انتباع بأشاعة شخص فاطرات النهار والدفء اللي هتنسي بشكل فجسين كل القوم فنقف نخط بالنا عن عدم تنفيذ الملابس وفتوحها في السلال الأيام المقبلة صباح الباكر ونشكر حضرتك دكتورة مونار غاني معضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية شكرا جزيلا لحضرتك وتعالوا مع بعض دلوقتي لتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في الكاهرة درجة الحرارة العزمة 20 والصغرى 12 وفي العاصمة الإدارية 20 10 الإسكندرية 19 12 والعالمين الجديدة 18 11 مطروح 19 10 وضميات 20 10 فرسايد 21 11 والإسمالية 21 9 السويس 21 10 والعريش 22 9 كاترين 13 1 تحت الصف وطوبة 20 10 حلايب 22 12 شلاتين 24 14 شرم الشيخ 22 13 والغردقة 21 12 في الفيوم العزمة 20 وصغرى 8 وبني سويف 27 الوادي الجديد 22 5 وأصيود 21 6 سوهاج 22 7 وإنة 23 6 لؤسر 23 6 وأصوان 22 9 كده خلصت نرشتنا الجوية المفصلة عودة مرة أخرى لمحمد وجومانا ومتابعة فقرات سبع الخيري مصر نشكرك شكرا جزيلا لنهاية شكرا تشكرا جزيلا لنهاية كنت تكون من خلاص تت كنيا